مساء الخير أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من نوستالجيا رجال الأعمال يقال بأن التردد هو أكبر عقبة في طريق النجاح ولا تتحقق الأعمال بالأمنيات بل بالإرادة تصنع المعجزات بهذه السطور التي تلخص قصة حياة ضيفي نبدأ حلقتنا لليوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر زيادة المناصير أسس مجموعة المناصير عام تسعة وتسعين التي تضم نحو عشرين شركة توفر أكثر من عشرة آلاف فرصة عمل مساء الخير مجددا قصة اليوم هي قصة استثنائية ضيفي ولد عام 1965 في حي من أحياء العاصمة عمان في عائلة تضم 16 فرد عاش طفولة تشبه طفولة أي مواطن أردني بسيط فقد حاول والديه أن يؤمن له ولإخوته حياة كريمة في ظل ظروف اقتصادية صعبة وتحديات كثيرة ولكن الحلم كان كبيرا والعمل كان طويلا وشاقا ولكن الإصرار على النجاح لم يكن خيارا بل كان قرارا فأصبح الرزق كثيرا بات اسم عائلة ضيفي علامة تجارية تقدر بالمليارات واختار لها شعار الشمس الساطعة وهي مظلة لعشرات الشركات العاملة في قطاعات استراتيجية مميزة ومهمة أذكر منها قطاع المحروقات والبترول وأنبيب الغاز ومواد البناء وبناء الطرق والمواد الصناعية والأسمدة وغيرها الكثير برأس مال يفوق لتنين مليار دينار أردني وأكثر من عشر ألاف فرصة عمل لموظفين وموظفات في المملكة سجل اسم ضيفي ضمن قائمة أثرياء العالم وأثرياء العرب بحسب تصنيف مجلة فوربز الأمريكية ولقب بعملاق النفط وهو اليوم معنا ليحكينا عن رحلة نجاحه بكل صدق وبكلام من القلب بيسعدنا أنه يكون معنا رئيس مجلس إدارة مجموعة المناصير المهندس زياد المناصير أهلا وسهلا فيك مساء الخير مساء النور وشكرا كتير على هالفرصة أنا بعرف أنه إطلالاتك الإعلامية قليلة وشبه نادرة ولكن هاي ثقة احنا منعتز فيها كشاشة عمان تيفي وأكيد برنامج نوستالجيا رجال الأعمال أهلا وسهلا بداية بدنا نرجع للطفولة أنا ذكرت بأنك عشت طفولة تشبه طفولة كل المواطنيين الأردنيين عائلة كبيرة تسع أولاد خمس بنات الوالد محمد خلف المناصير والوالدة نعمة الخرابشة هاي الطفولة كيف بتوصفها؟ يعني الطفولة زي طفولة أي شخص مدرسة فوتبول حارة بس كمان يعني أنا كنت متفاهم أنه وضعنا مش كتير ممتاز فبلشت أشتغل يعني تاني يوم بالمدرسة بالصف الأول بلشت التجارة أنا معي تاني يوم بعمر ست سنين يعني ست سنين وبعدين بالحارة يعني إحنا حارتنا قريبة صارت فيها إنشاءات كتيرة بهذاك الوقت وانا صغير فصرت أخذ حتى ورشات وبنشتغل أنا والشباب اللي ملع معهم فوتبول تشتغلوا شغل مقاولات يعني يعني ماشاء الله طوب وربس ومش عارف إيش كله هاي بس اسمعت أنت كنت زعيم الحارة أنا كنت معي الورقة والقلم مين قديش طلع بتفوتر طيب وبالنسبة لليوم إذا بتتذكر زياد الطفل كانت أحلامه كبيرة كان بيتخيل أنه يصير اليوم زياد المناصير يعني مش لحد درجة اللي أنا فيها اليوم الحمد لله بس أكيد كان عندي طموح كبير للأمانية كتير كبير وجربت أدت شغلات لسه وأنا بالأردن يعني نعم والحمد لله الله وفقني الحمد لله الحمد لله بأحدى اللقاءات التلفزيونية مع الإعلامي ريكاردو كرم ببرنامج حديث آخر والدتك ذكرت بأنك كنت مرزوق منه أنت صغير يعني قالت أنه لما بيطلع مع والده اليوم اللي هو بيطلع فيه الربح أو الأجر بيكون مضاعف طوفي من رب العالمين إن شاء الله دائما يا رب من نجاح لنجاح وأكيد من رزق لرزق بستاهل مستر زياد بلادته كانت هينة وسهلة وأمي الله يرحمها بشرتني بيه إنه هذا ابنت رح يطلع ما في منه بالأردن لما كبر وشرق أبوه التنك صار يروح مع أبوه يوم ما يروح مع أبوه يجيب أبوه قد يومين قد يومين شنقال أنا بدي زياد أقول له خليه يرتاح طيب نقال أنت ما بتعرفي أنه يعني الرزق هيش بكبه بوجه أنا لما يروح معاي زياد ما ببطل الشغل الله يما يسر أمرك ويطول عمرك ويحنن عليك الغوب الياسي والدروب العاصي وربي من فوق يعطيك يا يما طولت عمره صحي إحنا رح نتابع أكيد حديثنا بستر زياد ولكن عنا أول فاصل إعلاني ورجعين لنتابع حلقتنا لليوم من نوستالجيا رجال الأعمال مع المهندس زياد المنصير مستمرين معكم بحلقتنا لليوم من نوستالجيا رجال الأعمال مع رئيس مجلس إدارة مجموعة المنصير المهندس زياد المنصير حكينا بالجزء الأول عن البدايات عن الطفولة وصلنا هلأ للفقرة أو الفترة اللي قررت فيها أنك تدرس في الجامعة ووقع الاختيار عليك أنك تطلع تدرس خارج الأردن كيف صارت هاي القصة؟ أبوي اللي للماني كان معامل فيه كتير وكان حابب أنه أنا أدرس حدثة بترول هي هيك القصة نعم هلأ ليش ما بعرف فأنا طلعت يعني ألبي رغبته وأنا كنت يعني كتير بحبه كنت أنا وياه كتير صحبة الله يرحمه فخلال الدراسة يعني بس بلشت أول سنة تحضيري اللي هي اللغة دروسية بعدين بلشتعتمد على نفسي وأشتغل فأنا يعني بوقت يعني كتير بداية دراسة أنا فهمت أنه مستحيل مستحيل أرجع موظف أو براتب والتجارة الحمد لله كانت أمورها ماشي معي فكملت الدراسة بس عشانه للأمانية آه إنت يعني مش هاوي أخرين أمور الأكاديمية لا 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 بس حلو كيف هو فكر أنه هندسة بترول يعني هذا الحكي بالأربعة وتمانين حضرتك رحت على جامعة باكو في أذربيجيان يعني كان عنده بعض نظر الوالد أنه يختار هالتخصص هيك كانت نظرته وهيك كانت رغبته وأنا الحمد لله يعني نفدتها نفدتها واخدت الشهادة بس ما اشتغلت فيها ولا يوم كموظف بحياتي نهايئيا وما كان بدأك ترجع على الأردن لا ما كان قولك إنه إذا برجع بهاي الإمكانيات ما رح أعمل إشي كتير ما بدي أرجع مش بس عشان الإمكانيات وعشان خدمة العالم كمان ما كنت بدي أعمل خدمة العالم فاهمت بليت أشتغل بليت أشتغل ورجعت على الأردن أردن أول مرة بالألفين بالألفين نعم نحكي عن فترة الدراسة واختلاطك بالمجتمع السوفيتي يعني مش سهل من ناحية اللغة من ناحية الفارق الحضاري والثقافي يعني أنت طالع من عمان عمان كانت أنا ذاك بسيطة جدا وهم الجماعة يعني متطورين فحكي لي كيف قدرت تدخل بالمجتمع السوفيتي على أنا اللي أماني بوقت الدراسة بعت عن جماعتنا كلية من الأردنين وكان هذا سؤال استغراب إنه ليش هيك تمام ودخلت بالمجتمع ودخلت وعرفت الثقافة ودخلت فيهم وصورت جزء منهم وأنا عشت يعني 38 سنة طبعا عمور بينهم نعم وكنت جدي كتير كتير ويعني ما في تضيع وقت ما في نهائيا نهائيا ما في تضيع وقت احكي لي عن الصفقة التجارية اللي عملتها كيف حولت ستمائة دولار لأدي 3800؟ هادي أول مرة أول صفقة أنا طالب جامعة هلا أنا كان عندي جزء كبير من صحابي مثلا جزائريين سوريين وكلهم كانوا يعني جديين كمان بالحياة فأخدت طلعت من الأرضو بمعين 600 دولار حيث بالسنة الأولى بالجامعة يعني بعد سنت التحضيري تمام فرحت عند أصحاب إليبي سوريا وبطلعت أنوا إياهم من دمشق لموسكو فاشتريت ب600 دولار أغراض وبعتهم ب300 ب300 800 دولار ملابس يعني شغلة تلعبنا ودينة والعالمات يعني المبلغ رأس المال كان 600 دولار صاروا 3800 وبعدي كل مرة بعشرة لا ضعف ما شاء الله بعام 1990 كانت البداية الحقيقية لزياد المناصير يعني هلا نهاري الاتحاد السوفيتي نعم وصار سمحوا يعملوا فيه شركات وانا خلصت الجامعة بالتسعين نعم فعملت شركة وبلش أستغل ايش كان التخصص؟ الشركة كانت اول اشي كانت تصدير تصدير الخشب والحديد وبعدين دخلت مجال الكيميكال وبعدين دخلت مجال بترول تمام امتى اول مرة حسيت او بعد يعني ما أسستهاي الشركة كان فيه سلسلة نجاحات وشركات من بعدها اول مرة حسيت انه انا اليوم صرت خلص على اساس ثابت او بنقدر نقول مليونير يعني احكي لك شغلة انا هيك زي وعيت هيك بالتلاتة تسعين عكيت بدي اشوف بدي اعمل لأمي واخواني وخواتي بيوت فلما حسبت انا اتفاجأت شو عندي؟ من الرقم؟ او والله قبل هيك بقى عمري فكرت انا لما اشتغل ما بفكر يعني بالمصالب؟ بالفلوس بس بالتلاتة تسعين هيك بلحظة يعني نجزت نجزت من الرقم من الرقم اللي كان موجود فبلشت اعمل للوالدة واخواني بيوت؟ بيوت ودنيا وعالم نعم دائما اي شخص ناجح بيواجه حاسدين مشككين يعني للأسف بس بكل المجتمعات مش بس بمجتمعنا بتزعل بتنزعج من الإشاعات نعم لو واحد بجنبي بيسب علي معادي ما باخد بعمل بلوك بس مجتمعنا مش كليل صعب جدا 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 صعب مجتمع الغربي اكثر المجتمع الغربي الفرق بين المجتمع الغربي والمجتمع الأردني بين زي الأرض والسماء يعني ما حد ما حد بنتبه لك شو السيارة اللي معاك شو اشتريتي شو بعت خلص ما حد إله الرشول يعني كل واحد بيهتم بحاله بعيلته بولاده بس هذا بيش مريح طبعا احنا هون كثير من نتعرض لضغوطات اجتماعياني طبعا بدك تشري السيارة الفلانية عشان الناس تشوفه بدك تحط ابنك بهاي المدرسة عشان طبعا يعني ما لازم البني هادم يعيش حياة الاخرين لازم يهتم بايلته بولاده وما يضيع وقت على الحكي هذا الفاضي كله هادم انت إنسان بيتوتي كتير 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 تحب البيت وتحب العائلة والعائلة نعم الله خلي لك ياهم يا رب وضرفوا أراسهم عائلتك الصغيرة وعائلتك الكبيرة أيضا نحن ناخد فاصل إعلاني جديد وبعض الفاصل نحكي عن بداية زيادة المناصير في الأردن خليكم معنا مستمرين معكم بحلقتنا لليوم من نوستالجيا رجال الأعمال مع المهندس زيادة المناصير ووصلنا هلأ العام الألفين بعد رحلة طويلة في روسيا قررت إنك ترجع على الأردن وتستثمر في بلدك ومسقط رأسك السؤال هل كان هناك فرصة استثمارية من وجهة نظرك أم كان عبارة عن رد للجميل أو إنك تفيد بلدك بعد ما حققت ثروة في الخارج أنا بالألفين ما رجعت على الأردن أنا بلجت أشتغل بالأردن تمام تمام وفتحت أدة مشاريع اللي فعلا المواطن بيستحقها يعني لأنه شفت مثلا أول مشروع اللي كان الريديمكس البطول الجاهز شفت السيارات الشاحنات تعباني جدا جدا صح فقررت يعني أعمل إشي مرتب أرفع الخدمة اللي بيستاهلها المواطن الأردني تمام سواء بالريديمكس سواء بالمحطات البنزين كيف يعني قبل الألفين كيف كانوا محطات البنزين لسه في ناس كتير كتير بتذكر بالأردن فمن مبدأ أنه مواطن الأردني يستحق ما بيختلف ولا أي يعني بيشي عن أي مواطن بالعالم لازم ياخد أفضلك والتي وبالنهاية هاي الخطة اللي أنا مشيت فيها هي كمان حبا للأردن ورفع مستوى الخدمات الموجودة بالأردن للمواطنين الأردنيين يعني هذا ما في شك فيه لأنه أنا بتذكر كيف كانت محطات البنزين قبل مجموعة المناصير اليوم احنا عم نشوف أن الواحد بيكون مش تهي يدخل على المحطة قدمة فيها آوتلت ومرافق يعني غير خدمة تقديم البنزين والمحروقات بشكل عام قبل ثمان سنوات تكرت بأنه حجم الاستثمار في الأردن كان مليار دينار أردني أو دولار بس هو الآن أكتر بكتير قدي هو اليوم؟ يعني أكتر من ثلاث مليار أكتر من ثلاث مليار نعم وعشت طلاف فرصة عمل قبل 2016 يعني قررت أنه لا السوق الأردني جليل شوائي لازم نوسع طبعاً هذه مش سيارة بتنساك هيك بتلفي هي يعني ما شاء الله مجموعة كبيرة طبعاً فقررت أنه نعمل شغل للتصدير وخلينا نحكي طرينا كمان حتى ندهين شوي من البنوك بالبداية بال2016-2017 بعدين زادت المديونية فعملنا شغل اليوم كبير جداً مركز على التصدير وأمور معمالها بتمشي فيه بشكل ما شاء الله يعني كتير كتير مرتب هذا مجال جديد عملك وهذه مجالات جديدة نعم مجالات الأسمدة وال والإضافات العلفية وممتجات ما شاء الله يعني إشي إشي خيالي ومستوى عالمي جداً والناس كتير كتير بيستغربوا أنه هذول بالأردن معمولات بالأردن هيك بيحكوك أنا شفت الأسمة داي عندك بالمكتب ما شاء الله حتى الباكيجينج بتحسه منتج أجنبي نعم وأنا بلقاء بالبحر الميت جماعنا مع سيدنا رؤية تحديثة الاقتصادي نعم أنا شربت السماد هاي بس عشان أورجي الناس أنه هذا فعلاً فعلاً سماد طبيعي 100% أبتذكر هاي اللقطة وسيدنا يعني ضحك من قلبه لما شافك عم نعم إحنا مثلاً كبني هادمين نستخدم بناخد من السيدلية سيبلامنت مكملات ذراية أنا شربته أنا سيلي سيبلامنت أنا ما شربت إيش تاني بس سيبلامنت لا الزراعة نعم والأي واللي بيقدر ياخده الإنسان وهلا عم بنرخص فيها عشان نعمل تابلت منه كبير تابلت منه وفي نوع من أنواع السماد اللي أيضاً تحدثت عنه برؤية التحديث الاقتصادي اللي بيوفر 85% من استهلاك الياه نعم وهلا شغالين فيه والحمد الله ماشي بكل محل غير يعني بكل محل غير الأردن لأن الأردن فيها مية كتير طبعاً نعم مش بحاجة إحنا أسمي لتوفر مياه نعم اسمحولي أشرح وورجي بس شوية دائماً إنسان عمليه هذا أحد منتجات مجموعة المناصير وهو سماد مئة بالمئة طبيعي لكل هكتر كيلو جرام واحد بيكفي ولأنه طبيعي مية بالمئة ومكوناته معدنية مية بالمئة كبدوزينكم إنه بقدر أسربوه والمنتج الثاني اللي زابه معي من أسي منتج بيوفر من استخدام الماء بالزراع لأنه مشكلة الماء اليوم كمان مشكلة كبيرة جداً ما عندي زياد لو تقدر تلفلنا الكاسة لأنه إيدك مغطية كيف انتصارت المياه حطيت عليها الماء ما بتنزول لنا تطمي فهون بالتالي إحنا بنحكي عن الآلية اللي بتم على أساسها توفير المياه من خلال نعم هذا المنتج بيوفر 85% من نساخ دام الماء للزراعة والأردن بلد فقير بالمئة وهو بنفس الوقت سماد وسماد كمان مينيرالز يعني طبيعي مش كيميكال يعني لما بواجهك تحدي وزي ما إحنا قلنا السوق الأردني فيه العديد من التحديات ومنتأثر بالظروف اللي حولنا وإحنا عايجي بمنطقة ملتهبة يا رب يعني الله يهدي بال كل أشقائنا العرب كيف تتعامل مع الخسارة أنا بحب التحديات بحبها لأنه بشعر هيك بعدين بيشي بسعادة في اللي نحكي لما أتجاوزها أدرينالين أدرينالين أيوة أيوة نسمع زي ما قلنا دائما أنت تتطالك الإشاعات واليوم إحنا حابين نسمع الأجوبة الحقيقية هل عم بتمر مجموعة المناصير بضائقة مالية؟ يعني بيقدر نحكي أنا عدة الحمد لله على نتيجة سوق إدارة كان فيه وكان فيه ترهل بالمجموعة ترهل إداري؟ ترهل إداري نعم ونتيجة أنه دخلنا على مجالات جديدة للأمانة الإدارة اللي كانوا ما كانوا عارفين عنيش بنحكي كمان إلى السبب كبير أوكي ولكن من بعد الكورونا مباشرة أنا أخدت زمام الأمور بإيدي ومن ستة وعشرين أنين ألفين واثنين واثنين وعشرين أنا موجود وعم بدير كل صغيرة وكبيرة من التمانية إلى السبعة مينيموم والحمد لله الأمور رح تكون كتير كتير ممتازة مع إنه فيه ناس دفنونا وحاكوا 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 بس إحنا الحمد لله موجودين الحمد لله إن شاء الله بتعدي عدت لا لا تقريبا عدت مية بالمية يعني الحمد لله أمور طيبة جدا أنت مدلل كمستثمر في الأردن إلك معاملة خاصة لا ولا يعني مثلا الحكومة بتأخذ قرارات أخذت قرارات لصندوق الاستثمار السعودي إنه رح نعملكم رح نعملكم أنا ما بختلف عن أي شركة بالأردن ولا أخذنا أي استثناءات نهائيا ولا نعمل إنا ولا أي قانون فمثلي مثل أي حدا أي مستثمر بتحب تكون مدلل من المستهلك الأردني نعم وبعمل كل جهدي إنه أرضيهم بالكوليتي اللي حلي بنقدمها الحمد لله اليوم بالأردن في عدد كبير كبير من الناس ونسبة كبيرة جدا بيعرفوا إنه منتجات المناصير هي منتجات ذات جودة عالية وهي ثقة اللي اكتسبت أنا كتير بتبسطني للأمانية يعني ما في اتنين بيختلفوا إنه أنت عملت أبغريد بنوعية الخدمات سواء بمحطات المحروقات عم نحكي أيضا عن الباطون عم نحكي عن بكل المجالات إيش مجالك المفضل؟ يعني تحت مظلة مجموعة المناصير في العديد من الشركات والمجالات اللي ذكرناهم أنا بعرف الصغيري والكبيري ومتابع أي تحدي بشجعني فبلشت بفكرة الأسبدة الطبيعية معنا مجال جديد بالعالم وكلياتهم من 2016 وعم نمشي فيها خطوة خطوة وإن شاء الله إن شاء الله يعني بالكتير بالكتير فترة بسيطة جدا ثلاثة أربع سنوات رح نكون مشهورين على مستوى كبير كبير بمستوى جدا إن شاء الله نعم نفتخر بكل المنتجات المحلية والمنتجات الأردنية خصوصا لما تحقق نجاح خارج حدود الوطن بيكون دليل فعلا أنه المنتج جودته مهمة وممتازة اللي بيحب التحدي بيكون كمان بيحب المنافسة قديش المنافسة حاضرة بحياتك؟ من الصبح للمساء كل يوم كل يوم كل يوم بتتابع منافسينك شو عم بيعملوا؟ لا 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 تنافس مع حالك؟ أنا مش بتنافس يعني أنا بحط تارجت وبوصل لها منافسة هيك مفهومة للمنافسة عرفتي كيف بس مش بظل لتطلع هيك وضيع وقتها عشان ما بكسبش إجهنا هيك لو فيه هلأ شاب هيك عم بسمعنا وعم بيحضر هاي الحلقة وبيتطلع بيقول يعني كيف قدر هالمواطن الأردني البسيط إنه يعمل كل هالنجاحات وبتعرف قديش شباب اليوم محبطة؟ يعني بتقول لك فرص زمان مش موجودة هلأ يعني اللي يسافر بالتمنينات يمكن قدر يعمل مصاري أنا اليوم ما بقدر غلط التفكير غلط الأمانة هلأ هي إرادة داخلية إنه اللي بده يشتغل بيشتغل بس اللي مكيف على إنه بياخد مصروفه من أمه من أبوه يعني صعب يغصب حاله يشتغل هلأ جماعتنا مثلا الألدنيين بالذات بيطلعوا برا بيبديعوه بيبديعوه ليش؟ لأنه بطيرها اليوم الجو بده يصير يفكر متى بده كيف بده يأكل مش إمه بتطبخ لي ولا أخطوه بيعتمد على نفسه؟ بيعرف الطرق هون وين بدي روح عند صاحبه عارف كل شيء هناك بلد جديدة بيعرفش كوين بيروح بيعرفش كيف بدي يمشي بيكون عنده الوعي أكتر يعني والحس بالمسؤولية نعم كيف بدي غسل الوعي كيف بدي يأكل كيف بديه يلاقي الناس كويسة يتعرف عليهم كل نياته هي بتخلي يعني تخلي تفكيره يشتغل بيحصة أكبر بكتير نعم لما حكينا أنه في فترة صعبة مرت على مجموعة المناصير وهي بتسير دائما في عالم الأعمال لما مجموعة المناصير بتمر بضائقة مالية زياد المناصير كمان بيمر بضائقة مالية أم لا أنت مفصول أنا ما عندي مشكلة بالمالية الحمد لله الحمد لله لوين تتمح تاخد المجموعة؟ عالميا عالميا بعدين شغلت أنه شركة مر بضائقة مالية مش هالمشكلة الكبيرة يعني سامسونج مرت بضائقة مالية بالستينات وما في حدا حكي عليها نيائيا يعني بس الآن يعني هاي صارت بالهيستوري صارت يعني بالماضي اليوم إحنا يعني بنشتغل أنا بآخر بآخر تلتة شهور شغل تلت مصانع ماشاء الله وهلأ بلشنا بمصنع رابع هدول الأسمدة؟ لا تلتة مصانع أسمدة اللي شغلناهم بآخر تلتة شهور الحمد لله وفي مصنع كبير عم بلشنا في تركيب وصل كامل ورح نبلش في تركيب يعني قريبا جدا هلأ بنطلب الشغلات اللي ناقصة اللي هي لازم الأعمال المدنية خلينا نحكي بنشتغل فيها كمان مصنع التصدير بريطاقة إنتاجية تلتمية وخمسين ألف طون يعني ما شاء الله ضخم جدا طبعا تلتمية وخمسين ألف طون اتفاع 32 متر مصنع راح يركب بستة شهور بكون شغال إن شاء الله إن شاء الله والحمد لله يعني الأمور كويسة إن شاء الله دائما اليوم كمان كمستثمر أردني عندك خبرة عالمية نحن منعرف إنه أمام حكومة جديدة في الأردن دولة الرئيس جعفر حسان نناله كل التوفيق في هذه المهمة الجديدة هو وكل الفريقة الوزاري اللي معه دائما بنحكي أو بسمع إنه المستثمرين عندهم مشاكل من بعض القرارات الحكومية اللي بتحد من تسمية الأردن بيئة حاضنة لا الاستثمار اليوم أنت إذا نعتبر حالنا عم نتواصل حاليا مع الحكومة الجديدة شو بتنصحهم؟ شو ممكن قرارات تفيد المستثمرين في الأردن؟ علا للأمانة أنا بتمنى لهم التوفيق وأنا بعرف يعني دولة زعفر بعرف كل مساكل أغلب مساكل البلد بعرفها وهو شغيل كتير فكتير كتير متأمل إنه الأمور راح تكون طيبة جدا وبتمنى للتوفيق مرة تانية إن شاء الله في قرار بتحس إنه لو يتغير ممكن تنتعش البيئة الاستثمارية؟ هو مش قرار الموضوع مش شغلة إنه سحر هيك هو لازم كل الفريق ومش بس الوزراء واللي تحت الوزراء واللي تحتيهم واللي تحتيهم يكون عندهم انتماء عارف كيف يكون عندهم انتفاق وجهد كبير حتى يمشوا المعاملات بسرعة وهذا اللي هلا شغال عليه دولة الرئيس للأمانة أكيد الانتماء الحقيقي يكون عند كل موظف يعني يحس حاله إنه هذا وإنت هيك بتعبر عن محبتك لبلدك مش بس بالخلينا نقول الاحتفالات والمناسبات الوطنية والأغانية حلوين يعني بس لازم أكيد نترجم هذا الكلام على أرض الواقع إحنا نحن ناخد بريك جديد مستر زياد وأكيد نتابع حلقتنا معاكم لليوم من نوستالجيا رجال الأعمال مع رئيس مجلس إدارة مجموعة المناصير المهندس زياد المناصير مستمرين معكم بحلقتنا لليوم مع السيد زياد المناصير ووصلنا هلأ للجزء الأخير من حلقتنا اللي بسأل فيه مجموعة من الأسئلة لكل الضيوف ودائما الأجوبة بتكون هيك صادقة ومن القلب بنريد أن نبدأ معاك مستر زياد بأجمل لحظة بحياتك ألا يعني فيش هيك أجمل لحظة أنا لما أكون مع عائلتي مع أولادي مع بناتي مع حافيتي بكون كتير سعيدة وهي بتتكرر دائما لما نكون مع بعض يعني فالحمد لله هاي من أجمل لحظة نعم بعالم الأعمال أمثل بصير عندك هذا شعور النشوة المطلقة يعني لما تحقق صفقة معينة أو مثل تتذكر أول لحظة عن جدهك شعرت فيها يمكن هاي بال93 لما كتشفت لما نجزت يعني فيه منه بس أنا شوفي بحط براسي شغلة ما برتاح لما خلصها بيغض النظر عن المد سنة سنتين أربع سنين بس فيه هدف بس فيه هدف وبيعون الله يعني بتحقق نعم مهما كانت الكلفة بتحقق إن شاء الله أصعب لحظة بحياتك موتت الولد الأمانة الله يرحمها يعني أنا علاقتي كانت كثير فيها مميزة الله يرحمها فهدي صعبة جدا نعم بيكبر الرجل بس نوت أمه يعني بيكون فاقد شغلة فاقد شغلة نعم أبدا هذا شعور لغاية الآن ما مرأ أبدا الله يرحمها والمهم إنها كانت راضي علي وإنك أبسطها بحياتها الحمد لله وإنك أكيد في مكان أفضل حكمة تؤمن فيها بشكل دائم يعني النجاح بده له ثمن وتمنه المتابعة والعمل المستمر هذه قاعدة يعني بتحس كلما النجاح كان كبير كلما الثمن اللي بيدفعه الشخص بيكون كبير كمان سواء من تعب من تفكير من نعم نعم أنت تعبت كتير يعني اشتغلت كتير اشتغلت كتير كيف بتعيد شحن طاقتك يعني لما بتتعب نفسيا جسديا عقلك شو النشاطات اللي بتعملها لهيك تتعب؟ أنا بخلص باجي من الشغل يومي يعني بالستة ونوص سبعة ستة أول شغلة باخد شور ربع ساعة برجع كأني صحي الصبح بتفصل وبتنسى كل شي صار بالنهاي نعم وبدخل البيت كل إشي وراي بتدخل البيت وبحب يعني هيك بعد العشرة ساعة ساعتين لحالي مع التلفزيون أو فيلم أو موسيغة هو رجع وقلم شغل إذا طلعت معك أفكار بتصفي بالك وبتحب الرياضة كتير صحيح؟ الرياضة نعم تنس وبادل وبادل واصباحة فوتبول بعض الأحيان نعم ما شاء الله برافو والمشي والمشي والسكي بالشتوية يعني هذا الله يقويك إن شاء الله دائما أنا نفسي ألعب واحدة من هذه الرياضات النوع واحد قال منهم النجاح بالنسبة لإلك زي ما ذكرت إله ثمنه الحظ قديش كانت نسبته بحياة زياد المنصير؟ التوفيق من عند رب العالمين أنا يعني يعرفش فيه توفيد من رب العالمين هي شغلة تانية بربطهاش بس بالحظ إنه فيه كمان شغل يعني فيه اشتغلت كتير أكيد من آمن كلنا بأنه الرزق يعني مكتوب ومن عند رب العالمين نعم نعم بالنسبة لزياد المنصير لما يجي بدي ياخد قرار بيحكم عقله ولا قلبه؟ شوفي أنا يعني بشتغل بعيش بقلبي وبشتغل بعقلي هلينها في الصراحة؟ بعيش بقلبك وبتشتغل بعقلك نعم يعني بالشغل ما فيه أي قرار مبني على المشاعر؟ أبدا نهييا وبالشغل أنا صاري بعيدش مرتين أبدا بأنه ممبين عليك نا لا بكل هدوء طبعا أنا ما بعصب أنت ما بتعصب شخص هادئ جدا هادئ جدا طيب وشو اللي بيستفزك؟ الخيانة تعرضت للخيانة بحياتك؟ كتير الله يبعدهم إن شاء الله تظل لك بحاطة أشخاص بيحبوك وأصدقاء حقيقيين وناس حقيقيين بتحس إنه أنا بسأل هذا السؤال لكل ضيوفي وطولة العمر لإلك ولكن النجاح من بعد زياد المنصير سيستمر؟ سيتطور؟ ولا سيتراجع؟ إذا ما استمر المناطق ففاشل بيعون الله غير يستمر لأنه أنا يعني مربي ولادي وبربي فيهم لأنه يكونوا كمان جديين وإن شاء الله أنهم جديين ومسؤولين ومسؤولين نعم عندكم بمجموعة المنصير في حوكمة؟ ولا لسه؟ في حوكمة يعني أنا برجاتي زبطت كل المجالات اللي في الشركة والحمد لله الأمور هلأ صارت كتير طيبة أوضح 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 نعم ذكرت أبنائك عندك ست أبناء؟ أنا عندي ثلاث بنات وعندي ثلاث يعني هم أكبر بعدين بيجي بعديهم ثلاث صبيان نعم وإن شاء الله بنهاية شهر 11 بس النبي بنت كمان ما شاء الله المولود السابعة الله يخلي لك ياهم يا رب والظل فوق راسهم شو بتحب تحكي لهم اليوم بما أنه هيك راجعنا شريط الذكريات شو بتوصيهم لأبنائك دائما؟ أنا علاقتي فيهم قوية جدا جدا وعلاقة صحبة ودائما بحاول يعني حتى بقعداتنا هيك أنه ورجعهم بطريقة الصحة بس بتمنى لهم أنه الله يوفقهم بحياتهم ويكونوا رضي والدين إن شاء الله زي ما حضرتك كنت الحمد الله بنهاية هذه الحلقة شو رأيك بحالة النوستالجيا اللي عشناها اليوم مع بعض؟ بتحبي تشوفي مرة تانية بتحبي تشوفي مرة تانية؟ خلاص الحمد لله ناشحة يعني إن شاء الله شكرا كتير مستر زياد كمان مرة أنا بعرف أنك مقل بإطلالاتك بشكرك على ثقتك فينا وإن شاء الله الحلقة بتنال إعجابكم تكون مفيدة أيضا لكل الناس شكرا مستر زياد إحنا بيكم نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم نتمنى أكيد أنكم تكونوا استمتعتوا معنا بحلقتنا لليوم وأكيد لقائي فيكم بجدد يوم السبت القادم دائما عبر شاشة عمان تيفي تصبحوا على خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر